أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة محكمة ثلاثة من صحفي قناة الجزيرة تلفزيونية بعد أن استمعت إلى مرافعة النيابة العامة التي قالت مجددا إن تقارير القناة التي عبدها المتهمون من القاهرة عرضت الأمن القومي المصري للخطر ومثلاء محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية وتنازل عن جنسيته المصرية وكذلك المصري باهر محمد أمام المحكمة اليوم واستمع إلى مرافعة النيابة التي تضمنت القول إن المتهمين عقدوا اجتماعات مع أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وإنهم وصفوا عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة لأنه انقلاب ألحق الضرر بالبلاد